أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم السلام ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك تأتي آية الأيمان وإن كانت بداية الآيات الطلاق صلة الطلاق باليمين واضحة لأن الإله نوعًا من الطلاق فقال الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضةً لأيمانكم ولا تجعلوا الله عرضةً لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميعٌ عليم يعني ولا تجعلوا الله عرضةً لأيمانكم المراد بالعرضة هنا الشيء الذي يعترض به الحاجز ولا تجعلوا الله عرضة يعني هذا اليمين الذي حلفتموه معترض بينكم وبين فعل الخير من البر والإصلاح والتقوى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لا تجعل هذا اليمين حاجزًا ومانعًا لك من أن تبر وتتقي وتصلح هذا قول وهو الأشهر وقيل ولا تجعلوا الله عرضةً لأيمانكم لا تكثروا من الحلف في الكاذبين ولو في الإصلاح قيل هذا وفيها أيضًا منع الحلف يعني يؤمنت بحظة لكن الأولى والأقرب في معناها والأرجح أنك لا تجعل بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد ويسرنا في هذا قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير يعني لا تقول أن حلفت أن لا أبر أن لا أصلح والله لك قد أقسمت أن لا أصلح بين فلان وفلان والله لك قد أقسمت أن لا أتدخل في الموضوع الفلاني في الإصلاح الفلاني بين أسرتي وعائلتي لا لا تجعل هذا اليمين حاجز من البر والله لا أذهب لي فلان أبر ولا أزوره ولا أفعله ولا أعطيه ولا تصدق عليه ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم لا تجعل هذا اليمين الذي هو في الأصل لتثبيت حق لمنع حق هو الأصل أن هذا اليمين لإظهار حق تثبيت حق أما أن يكون لمنع حق أو منع من البر منع من إصلاح لا يليق هذا ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم وأيضا لا تكثر الحلف يعني لا تجعل هذا أيضا تكثر وتستهين باسم الله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم وسمي اليمين يمينا لأنه أخذ معاهدة الإنسان إذا أراد أن يعاقد أحداً أو يعاهده مد يده اليمين وترى اليمين أيضاً عقد بل أعظم عقد لأنك تحلف كأنك تعاقد الله حز وجل وتعاهد الله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وهو الختام واضح سميع لأن اليمين فيه نمط عليم بنياتكم عليم بنياتكم في هذا اليمين من الصادق ومن المخادع ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد أن شدد في اليمين هناك شيء يشتبه مع الناس لكنه ليس يمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم اللغو بلى والله ولا والله وغيرها هذه تجدها على ألسلتنا وهي من لغو اليمين وهذا أقرب المعاني فيها وقيل وقول له وجاهة أن لغو اليمين أنك إذا حلفت على شيء موقن أنه كان ولكنه لم يكن أقسمت أن أنك رأيت فلان وانت بتوهم رأيتها اليوم لكنك رأيتها بالأمس ما رأيتها اليوم فقال لك قال يا أخي هو ما وجب وجود اليوم أنا أقسمت لكنك توهمت وكنت بتيقن تلك الساعة أو قلت والله إن هذا الرمي أصاب هذا الهدف وهو ما أصابه وأنت كنت متوصور أنه أصابه فأيضا هذا قول قوي أنه أيضا من لغو اليمين لأنني أقسمت بشيء أنت أعتقد حق وقيل أيضا هو منه أيضا الدعاء على النفس إذا دعا الإنسان على نفسه وأقسم أو في الغضب إذا حلف وهو غاضب غاضب مان حلف وهو ما يقصد لكن من أقربها اللغو اليمين أقرب ولا يؤخذكم الله والمراد بعدم المؤاخذة ماذا يكون من مراد بعدم المؤاخذة لا يؤخذكم ما في إثم ولا كفار أحسنت لا إثم ولا كفار لا يؤخذكم الله باللغب لا إثم ولا كفار لكن يؤخذنا بماذا ولكن يؤخذكم بما عقدتم وفي الآية هنا هنا اللي معنا هذه عقدتم هذه توضح هذه هناك ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان ومراد بعقد اليمين عقد القلب عليها ولذلك هنا قال ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم إذن عقد اليمين هو كسب القلب إذا المنطوق يعني أنت تقول لا والله وأن تقصد يمين خلاص وقعت يمين ولو إنها لغب لكن أصوأ انقلبت إليها يمين فإذا كنت تقصد تلك الساعة ولذلك يمكن لبعضكم لو أنه يتكلم فقال لفلاني يا أخي أنت ليش تحلف كثير لا لبد ما علفت لا قلت خمس ست مرات والله أني يوم كنت في المكان والله كنا كذا والله كنا كذا قال يا أخي إذا لا أقول أصلاً هو ما يشعر تلك الساعة وهو يطلق هذه الكلمات أصلاً أنه كان يحلف هذا معناه ما يشعر أنه ما عقد القلب عليها ما عقد القلب عليها ولذلك قال وَلَاكِ يُؤَخِذْكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ والشيخ محمد بن أثيامين رحمه الله أيضاً استنبط فائدة جميلة قال هذا يدل على أن مدار الأقوال المنفوضة ما في القلب لا ما في النطق يعني الأصل الإنسان يحاسب على ما نطق به لسانه وأصر أن عقد عليه قلبه وهذه مهمة نعم ولها تفريعات كثيرة ليس المقام مقام ذكرها بعد أن جاءت آيتين في اليمين آية تمنع أن تجعل اليمين عرضة وآية تبيح وتبين لغو اليمين جاء يمين خاص يمين من الأيمان الخاصة وهو يمين الإيلاء قال سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائه تربص أربعة أشهر إذن الآية الأولى في اليمين والثاني وهذه نوع يمين وفيها طلاق وذلك ستأتي أحكام الطلاق معدها مباشرة للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاعوا فإن الله غفور ورحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم للذين يؤلون من نسائهم والمناد بالإيلاء هنا أن يحلف الإيلاء الحلف شرعا الحلف يحلف أن يمتنع عن زوجته يعني حلف أربعة أشهر ما يزيد أن لا يطأ زوجته الامتناع باليمين عن وطع الزوجة هذا الإله الامتناع باليمين ولابد فيه حتى يسمى كذلك أربعة أشهر ولابد أن يقصد يجوز إذا كان قصد الإصلاح يعني يمكن يكون آلية على أساس إنه مثلا ترضع فيحلف حتى تتم هذا هذا الرضاعة بالذات في الفترة الأولى أو قصد إصلاحها لكن لا يزيد إن كان يقصد الإضرار بها فلا يجوز يحرم قال سبحانه وتعالي للذين يؤلون قال عن نسائهم ولا من نسائهم من لأن من تدل علي التباعد للذين يؤلون من من ابتعدوا عن نسائهم للذين يؤلون من نسائهم للذين يؤلون من نسائهم وطبعا النساء هنا الزوجات للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الانتظار يعني يجوز لك تستخدم هذا السلاح بس أربعة أشهر أكثر لا ما يجوز حتى لو قصدت الإصلاح لا يجوز ولاحظوا لاحظوا أن الله حده بحد ووقع خلاف بين أهل الألم ووريدكم من العلماء قبل أن ذكر لكم الخلاف فيه لكن ووريدكم أيضا ساعدوني بأن تنظروا في الآيات في المصحف وتشوفوا الخلاف في ظاهر الآية مع من قال الله سبحانه وتعالي للذين أئلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم يعني ياتفي يوقف الذي والى يقول تعالي يقول للحاكم تعالي ياتفي ياتطلق وقع خلاف بين الفقهة بعض الفقهة قالوا أصلا إذا تجاوز أربعة أشهر ودخل في اليوم من الأول من الشعر الخامس طلقت الزوجة منه وبعضهم قالوا لا فأيهم اللي ساعد ظاهر الآية القول الثاني القول الثاني ظاهر الآية ولذلك قول الجمهور هو الثاني قول الأحناف لا أحناف يقول عندهم أهلة أربعة أشهر كان رجع فيها ما رجع خلاص معد الحرية خلاص أسقطها عن نفسه لكن صحيح طيب أيهما أحب في ظاهر الآية لله عز وجل وش الدليل من الآية فإن فإن فاءوا وإن عزموا الطلاق يعني إذن ولذلك هذا أقوى الأدلة التي تدل على كراهية الطلاق عموما أما أبغض الحلال إلى الله هذا حديث ضعيف لكن هذا استنباط قوي إن هذا من الأدلة الدالة على كراهية الطلاق رغم إباحته واضح لأن الطلاق طيب فإنفاء عليم حكيم طيب لو جاء عليم حكيم لماذا الختم غفور الرحيم هو لما آل منها آل منها ليس غضبان عليها في الغالب غضبان عليها إما لمصلحة الولد أو لمصلحة هو لأنه يريد يؤدبها يريد يؤدبها لأنها تؤدب بهذا الأمر لكن ما لها حق يستخدمها كثيرا وترى ما يهجرها بس قد يترك المعاشرة فلما فاء وغفر غفر الله له لأن ترى عندنا غفور ورحيم ما الفرق بين الغفور ورحيم يعني الله سبحانه وتعالى الآن لو أخطأت خطأ على أحد يغفر لك لكن قد لا يرحمك يغفر لك خلاص روح بس ولذاك تجدنا الله المثال أعلى في أطفال نغفر لهم ونرحمهم نحبهم والله عز وجل يغفر ورحم فما دامك غفرت لهذه المسكينة وفئت ورحمتها فالله يغفر لك ويرحمك وإن عزموا الطلاق فالطلاق فيك نطق نطق فطلق خلاص خلا يطلع الطلاق لا تعلقها وإن عزموا الطلاق فإن الله صميع استنبط أهل العلم فائدة من هذه الآية وهي أنه لا يجوز للرجل أن يترك الجماع أكثر بأربعة أشهر لا بد جامع أربعة أشهر كل أربعة أشهر على أقل طبعا إلا عاد ما يستطيع عاد ما يستطيع وتكون مثل هذا ما ترغب في هذا الشيء لكن مستطيع ويهجر أكثر من أربعة أشهر يترك أكثر من أربعة أشهر قاصدا بلا سبب ولذلك عمر رضي الله عنه وقت من خلال هذه الآية ولما جاء أيضا عنه أنه مرة مرة يعس فسمع أمرأة تقول تطاور هذا الليل وزور جانبه وإلا حبيب ألاعبه فوالله لو لا الله لحرك من هذا السريل جوانب فقال لحفصة كم تصبر المرأة قالت ستة أربعة فوقت للجيش أربعة أشهر يرجعون وقت الجيش معنهم جيش فوقت أربعة أربعة أشهر ثم يعودوا ولذلك ما تظلم أيضا النساء بتركهن الأشهر والسنوات ولذلك هنا للذين يؤلون من النساء يمتربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا ولذلك المفترض نحن بعد بعد أن عرفنا سر الخطف بعد نخطف الحفظ بعض الناس يخطي فإن فاءوا فإن الله سميع لا فإن الله غفور رحيم فاءوا غفر فغفر غفر رحم فرحوه رحم فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ثم قال سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ هل كل المطلقات يتربصن؟ ثلاثة قرؤ لا المطلقات أنواع الحامل حتى تضع حملها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يمكن تطلق وما بقي لها إلا ساعة وما يدري زوجها وتروح تولد مثل مرأة عبد الرحمن أو مرأة الزبير بن عوام فقالت له طيب نفسي بسطليقة تقول له والمرة بعض حين يكيدون وكانت حامل ضار حسة بالطلق فقال طلقها تطليق ورح يصلي يوم رجعوا لها والد فقالت خلاص بنت منك يعني الأمر بيدي فوذاك المرأة الحاملة انتبه ترى عدتها أن تضع حملها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وكذلك أيضا واللائي يأيسنا من المحيط هذه عدتها وغير المدخول بها ما لها عدة غير المدخول بها ما لكم عليهن من عدة تعتدونها إذن هذه في أكثر الأنواع لكم لها أنواع مستثنى إذن والمطلقات يتربصن بأنفسهن العجيب هنا فيه تربصنا قبل وللذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر هنا يتربصن بأنفسهن ليش زاد أنفسهن لا هناك ليش ما فيه أيضا يعني للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر آه نعم طيب شأنها ويبعدين شوش في شأنها لا لأنه كأنه يقول لأن نفسها تواق للرجال ها والمطلقات مطلقة هي وبعدين زعلها مع الرجال ومطلق ها يتربصن بأنفسهن ثلاثة تركها الرجل وقد ذاقت فتتوق نفسها فقال الله عزيزي يعني احجزن هذه النفس واكبتنها حتى تنتهي العدة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ وقع بقى خلاف قوي في هذه المسألة والخلاف فيه تكافؤ وتقارب في الأدلة في مسألة هل القر بمعنى الطهر أو بمعنى الحيض هل القر بمعنى الطهر أو الحيض نعم إذن يقول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن إذن عرفنا التربص يعني الانتظار والانتظار الذي يركز على النفس وينبغي أن تتق الله في نفسه ولا تطمح حتى ينتهي تنتهي عدة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ سواء كان القر وإن كان الأرجح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم لعل الأقرب أنه الحيض تتربص تنتظر ثلاث حيض والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ثم قال سبحانه وتعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ما المراد بالمكتوم بس والحيض بارك الله فيك نعم أحسنت ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن لأن المرأة ربما تكتم ما خلقه تدعي أنها حاضت ولم تحض لماذا عشان تعجل المدة وربما تدعي أنها لم تحض وهي قد حاضت لتطول المدة عشان النفقة لأن نفقتها في هذه الحالة على من على الزوج على المطلق نفقتها لأنها مرهون هذه المطلقة ولو أنها مطلقة لكنها محبوسة لك فأنت لتنفق عليها إذا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه ولا يحل لهن جاء بالوعظ يعني يحرم عليهن ديانة وأنها تراقب نفسها ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وكذلك لا يحل لهن أن تكتب ما خلق في رحمها من الولد ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وهذا يدلكم أيضاً كما استنبط بعض العلم من هذه الآيك القاسم أن المرأة مستأمنة ومصدق خبرها وأن جزائها عظيم وعقابها عظيم الإنسان إذا استؤمن فيه شيء هو لا يعرف إلا هو يصبح عليه الثواب له كثير والعقاب عليه شديد ولا يحل له أن يكتمنى ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر انظروا الوعظ ثم قال والعجيب وبعولتهن طيب لماذا البعل؟ لماذا ما جاء لفظ الزوجية؟ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك نعم؟ والزوج؟ نعم أيهما أقوى في تعملوا أيهما أقوى في لفظ الزوجية وفي بقاء الزوجية؟ لفظ الزوج؟ ولا البعل؟ البعل البعل أقوى البعل لأن المسألة وهو طلقها الآن ها؟ وبعولتهن حق وردهن في إيش؟ في ذلك؟ في أي شيء ذلك؟ يعود ذلك إلا ما أي شيء؟ إلى العدة؟ أقوى لا لا؟ لا لا خلوكم معي وبعولتهن أحق بردهن في ذلك؟ أي في العدة؟ اللي في الثلاثة التشفر ما بعد خلصت يا قصير ثلاثة القرؤ وبعولتهن فقال والبعولة هنا جاء بها؟ لأنه قد يخطر في بال المطلق أو بال المطلقة في بال المطلقة بالذات أن عقد الزوجية ضعف ولها الحرية ترجع أو لا ترجع؟ فجاء وبعولتهن يعني لا وأضاف البعولة لهن ما قال والبعال بعد؟ قال بعولتهن أحق بردهن في ذلك في ذلك ثم قال بعد أن جعل الأمر بيد الرجل وجعل الأمر بيده والقوة له قال وتأملوا فيما قال سبحانه بعد أن أعطاك حق الإرجاع قال ولهن بدأت الحقوق بس مشكلة بدأ الحقق قبل حقي ها ما الذي لك أنت أيها الرجل عليها مثل الذي لها قال الله بدأ بحقهن يعني موازنة في الآية ستلاحظونها الآية الطلاق الآن فعطى الزوج الإرجاع وبقوة ثم بدأ وقال ولهن بدأ بحقهن قبل حقك ما قال ولكم مثل الذي لا قال ولهن الميزان أجعلها هذه الميزان يعني بتعطيها ها مئة تعطيك مئة أخلاقك تعطيها سبعين في المئة تعطيك سبعين في المئة ولهن مثل الذي عليهن ما قال ولعليهن مثل الذي لا قال ولهن بدأ بحقهن ولهن مثل الذي عليهن فزاد المرأة أو شيء زود الرجل ثم زود المرأة ثم وفعل الرجل مرة ثانية وللرge ولكم عليهم درجة ها ثم عود ونزل الرجال والله عزيز يعني ترى نعم يعني الاسلاح انتبه ها مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عندما قال لما أعطى الرجل قال ها والتي أخافون نشوزهن فعضوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا بدأ يعد شدد عليك فلا تبغوا عليهن سبيلا والآية الوحيدة في القرآن اللي ختمت إن الله بالتأكيدات هذه عليا كبيرة يكفي عليا إن كنت عالي فالله أعلى منك وإن كنت كبير فالله أكبر منك فأطاك شلح ثم خوفك فالأخير لا تستخدمها أكثر مما يباح لك فيه فهنا أيضا رفع المرأة ثم رفعك ثم جاء وخوفك والله يعني مع أن الآية يعني مع أن ممكن علي من حكيم لكن الله سبحانه وتعالى هنا جاء بلفظ العزة يخوفك لا تستقدم العزة إلا فيما أبيح لك فحسب راضح في الآيات وسبحان الله هذا التشريع عجيب يا إخوان يعني فيه يعني أنا أقول لكثير من الطلاب وخاصة اللي يدرسون الدراسات الشرعية والفقهية أقول هذا النظام الرباني والتشريعات الإلهية فيها بنود وفيها تخويف النظام الوضعي فيه بنود بس بس ما فيه تخويف وإذا كنت يحط عنده محامي يلعب المحامي لكن عند الجانب الرباني أنا مع زوجتي أخاف تأتي الآيات أنا أذكر أحد الإخوان يقول لي مرة تنطلق زوجتي في ساعة غضب أنا ويطلقها بل طلقها أطلق اللفظ يقول فركبت سيارتي من شدة الغضب وخدتها جريتها غصب ركبت السيارة وديتها لبيت أهلها ويقول قبل أن أصل بيت أهلها بأمتار تذكرت قوله سبحانه وتعالى لا تخرجوهن ولا يخرجن كنت وينها سبحانه وتعالى حافظ متقن لكتاب الله أين ذهبت هذه الآية من رأسي وأنا ما أطيق ورجعها الصحيح ما كان يطيق ورجعها فاضطرت ورجعها لماذا قالوا خلاص الآية خلاص سمعنا واطعنا وسبحان الله أحدث بعد ذلك الله أمره رجعت وراجعها والحمد لله لأنك تبقى في بيتك لا تخرجوهن ولا يخرجن نظام شيء آيات حتى أنا وديه يا إخوات طلبة العلم ما يخشعون بس في آيات الجنة والنار يخشعون حتى في آيات الأحكام يعرفون هذا تنزيل من حكيم حميد سبحانه ما هو أم نظام بشر للأقل بشر يأتي بهال بهالتوازن العجيب الدقيق لا ظلم للرجل لا ظلم للمرأة إذن قال الله سبحانه وتعالى الطلاق ثم قال ولهن مثل وللرجال عليهن درجة والله عزيز لا تنسون الختام وأنا بودي الحقيقة اللي يفقه المعنى حتى اللي يحافظ ما عد ينسى يخلط فيه يخلط في الآيات الثالثة اللي واضح فيها الدلالة ما يخطئ فيها ثم قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان يعني تطليقتان وطبعا كانوا أيضا في الجاهلية لهم عادات أي طلق المرة والمرتين والثلاث والعشر ما فوضى مثل الإله أيضا نسيت أو نقول لكم كانوا يوالون قديما السنة والسنتين والثلاث فنزلت الآية تحدد ما في فوضى والطلاق كان فوضى يطلقها عشرات المرات ويراجعها يطلق ويراجع فقال الله عز وجل الطلاق مرتان الطلاق هذا البائن أو الرجعي مش الدليل مش الدليل أحسنت أحسنت من ظاهر الآية فإمساكم بمعروف البائن ما في حال إذن هذا الطلاق الرجعي والطلاق الرجعي السني طلقتان ما قال مرتان أن يقع مرة ما يقع مرة واحدة ما يطلق مرتين في وقت واحد الطلاق مرتان الطلاق الرجعي طلقة ثم طلقة الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان هنا قال الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولاحظوا في الآية هذه بعد آيتين يعني في آية الآن أمامكم المصحف آية 229 الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق مرتان تأملوا فيها فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وفي آية 231 وإذا طلقتم النساء فأمسكوهن بمعروف أو سريحوهن طيب ما في خلاف هنا قال اتفق في الطلاق الإمساكم بالمعروف ما في إشكال لكن التسريح اختلف مرة يقول التسريح بإحسان ومرة يقول التسريح بمعروف ومعروف أن فرق يعني أن الإحسان أي حسن معروف ولا الإحسان أي حسن العدل ولا الإحسان إن الله يأمر بالعدل الإحسان أعلى درجة أعلى لكن ماذا مطلوبة؟ وماشي إذن يقول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وقال في الآية التي بعد الآية فأمسكوهن بمعروف أو بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا طيب من يلتمس لنا شيئا؟ هنا زاد الإحسان هناك لم يأتي بالإحسان جاء بالمعروف الآية الأولى قاعدة هذه القاعدة التي يجب أن يسير عليها كل أهل الإسلام القاعدة أن الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان وهذا من رحمة الله لم يكلفنا الإمساك بالإحسان يعني مفترض يعني إما إمساك بمعروف والتسريح بمعروف أو إمساك بإحسان وتسريح بإحسان لا قال الإمساك بالمعروف الذي يتعارف بين الناس والتسريح لأنه طلاق وكسر لها وظلم لها وجرح لها اجبر هذا الجرح بأن تحسن إليها مع الأسف كثير من الناس إذا جاء الطلاق التسريح ليس بالمعروف بالسيء هذه القاعدة أن الطلاق مرتان يمساكم بمعروف وهذا القاعدة ينبغي لكل أهل الإيمان يسيروا عليها لكن في الصورة التي بعدها هذا الشخص يخشى منه في المضارة ولا تمسكهن ذرارا لتعتدوا هذا النوع من الناس إذا كنت قاضي أو كنت مصلح لا ينتظر من هذا أن يحسن فيقال لا بس سرح بمعروف كثر خيرك واضح؟ سرح بمعروف ما ينتظر منك لأنه هو الآن مضار فنقول له أحسن نقول له بأس أترك بس أترك المعروف واضح؟ إذن عندنا حالة خاصة التي هي المعروف والمعروف القاعدة العامة التي ينبغي أن ننصح بها نوجه الناس بها أن التسريح بإحسان قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان إذا عرفنا أنه تطليقتان وهذا الطلاق الرجعي فإمساكم بمعروف وهو ما تعورف عليه أو تسريح بإحسان وكل ما أحسنت أحسن الله إليك في هذا التسريح فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولاحدوا قال فإمساك حتى اللفظ ما قال فإبقاء في فرق بين الإبقاء والإمساك الإمساك كأنها جوهرة خالية عليك تمسك بها الإبقاء عادي فحتى اختيارك عن الآية تشير إلى أن الشيء غالثمين لا تتفرط فيه فإمساكم بمعروف أو تسريح والتسريح أيضا لأنه فيه مشاقة وتعب تخلية مبترك تسريح يتفرق يغني الله كل من سعته أو تسريح بإحسان ثم قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم لاحظ الآن تبدأ المشاكل الإشكالات في مساء الطلاق خذوا قاعدة يا إخوان إذا اختلفت الفواصل زادت الكلمات زادت كذا تغير الأسلوب دائما مما يحل إشكال هذا الإشكال اللي يلقع في رأسك انظر لسباق الآية ولحاقها يحل لك هذا الإشكال انظر في سرد الآية ما سبقها ما لحقها وتأمل فيها إذن يقول الله سبحانه وتعالى فيمساكم معروف تسريح ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم وهن شيئا هنا جاءت مسألة الحل لأنها يعني كما قلت لكم في الجانب الشرعي عندنا جانب وعضي وجانب حكمي فتداخل الوعظ مع الحكم لا يحل لكم أن تأخذوا مما آت لأن بعض الحيان ما تطلق ليش ما تطلق وليش يتعلعل في الطلاق وليش يتردد الرجل في الطلاق بعض الحيان ينوي أن يأخذ شيء مما آتها ولبطل لك كذا يعني خسرت كل الخسائر وما يرجع شيء قال الله وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتيتموهنَّ شيئا لا يحلّ لكم أن تأخذوا مما تبعيض شيئا أو شيء تبعيض وشيئا منكر يعني حتى ولو قليل يعني مئة ألف ألف لا ولو قليل خمسمائة لا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتيتموهنَّ شيئا إلا أن يخاف وفي قرات إلا أن يخاف طبعا هل هي هذه الآية للحاكم أو للقاضي أو أنها للزوج قيل وقيل إِلَّا يَخَافَ أَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ يعني لو أنها شعرت أنها لن تُقِيم حُدُودَ اللَّهِ أو أشعر القاضي أنها لن تُقِيم حُدُودَ اللَّهِ فيه تُطِيعِه لن أُطِيعَه لن أفعل ها؟ فإذا خافت من الله سبحانه وتعالى فيه وخافت أنها تظلمه جاز لها بالافتداء أما إن كان المشكلة منه وكان إنما فعل ذلك مضارة فالله عز وجل قال في آية أشد من ذلك وآتيتم إحداهن قنطارا قيل بلء وجلد الثور ذهب ملء وجلد الثور ذهب وجلد الثور الآن يمكن يسع إلى 150 كيلو ذهب وكيلو الذهب مدريب كم؟ يعني ما يقرب من 20 مليون ريال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبينة؟ وطبعاً قيل بهتان وإثماً مبينة لماذا؟ لأنه ربما يبهتها بشيء عشان يقول أهل تراني من قلته منتم معطيني سأقول إنها وجدتها غير بكر فيقول لنا لأخذ مهرك يبهتهم مع أنها غير صحيح أتأخذونه بهتاناً وآيضاً إثماً وليس إثماً عادياً إثماً مبينة وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقاً غليظة حماية للمرأة وحماية للمرأة إلا مالكت إذن قال لا يحلوك إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله وثبت ذلك أن النقص منها فلا جناح عليه ما فيما افتدت به يجوز أنها تفتدي من نفسها هل تفتدي بالمهر كله؟ أو بأكثر منه وقع خلاب بينها العلم بعضهم قالوا لا بس المهر وبعضهم قالوا يجوز الإفتداء وعلى كل فلا جناح عليه ما فيما افتدت به من قال استدل بالآية هو من قال أيضاً الآخر استدل بالآية ودي تستخرجون الدليل للمانعين والمجيزين ولا يحلوا لكم لا جمعوا الآية اللي منعوا الزيادة مما؟ أحسنت لأن المسألة في المؤتة ليس في الزايد والآخرين قالوا لا فلا جناح عليه ما فيما افتدت به عموماً لكن صحيح كل الكلام على المؤتة الكلام على المؤتة هو اللي تتعلق بالنفس أما اللي ما أوتي على كل المسألة خلافية بينها العلم بس أردتكم بتعرفون الخلاف من ظاهر الآية نعم إذن يقول الله سبحانه وتعالى فلا حلوكم تأخذوا مما أتيتموه النشئين لا يخاف فإن خفتم أن لا يقيم حدود فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تقربوها ولا تعتدوها تعتدوها في الشهوات لا تقربوها وفي الخصومات والنزاعات حدود لا تعدونا ولاحظوا كم مرة جاءت الحدود هنا كم مرة كردت لم في منافسة وزعل حدود حدود تؤكد قف ما عليش لو قربت لا تتجاوز الحد أما الشهوات لما قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ثم قال فلا تقربوها لأن الشهوة لها لها مغناطيس جاذبية لو اقتربت منها يخشى أن تقع فيها إذن تلك حدود الله فلا تعتدوها ثم قال سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون إذن الظالم الذي توقع أنه بتعديه لحد لحد الله أنه ظلم غيره حقيقة هو ظلم نفسه وهو الظالم حقيقة أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أراد الله بهم خيرا ففقاهم بالدين قل ما تسمعون وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر